في السنة الماضية أوبر شركة لحصول على التاكسي تاكسي هيلين فرم وهي لجأت من فعلة هيلين يصرخ ويطلب شيئا فرم شركة قامت بتأجير استخدمت 40 من أصل 140 موظف ستاف موظف موظفون جميع الموظفون في مركز الوطني لهندسة الروبوتات وانشأت وحدة للعمل على السيارات ذاتية القيادة وهذا أدى إلى الكثير من العنوين الرئيسية في الصحف يعني أصبح شيئا مشهورا في الصحافة أو في الإعلام لأن شركة أوبر وعدت من قبل في البداية بأنها سوف تمول البحث في المركز قبل أن تقرر بدلا من ذلك نزع الموظفين تستخدم لنزع الموظفين وهي جلدة الفواكه مثلا لكن هنا استخدمت بمعنى بجازي يعني انتزعت الموظفين هؤلاء الشركات أخرى يبحثون عن المواهب تالنت قويتلي بهدو لكن بنفس العناد just as doggedly doggedly يعني بعناد doggedly بعناد يعني الهجرة إلى المجال الخاص private sector يثير الدعر لدى الأكاديميين أو يثير الدهشة startles it startled me أدهجاني أرعباني أفزعاني يفزعوا I cannot even hold onto my grad students says Pedro Domingos هنا يقول Pedro Domingos لا أستطيع حتى الإبقاء على يعني تلاميذ المتخرجين grad students تلاميذ المتخرجين لا استطيع الإبقاء عليهم في الجامعة لأنهم يذهبون للعمل للشركات a professor at the University of Washington who specializes in machine learning وبروفيسور في جامعة Washington المتخصص في machine learning تعلم الألة and has himself had job offers from tech firms وهو بنفسه لديه عروض عمل من شركات تكنولوجيا job offers عروض عمل tech firms شركات تكنولوجيا companies are trying to hire them away before they graduate الشركات تحاول استعجارهم قبل أن يتخرجوا before they graduate trying to hire يحاولون استعجارهم experts in machine learning are most in demand الخبراء في مجال تعلم الألة هم الأكثر مطلوبية يعني هم مطلبون most in demand big tech firms use it in many activities الشركات تكنولوجيا الكبراء يستخدمونهم في الكثير من الأنشطة many activities from basic tasks such as spam filtering and better targeting of online advertisements بدءا من المهمات الأساسية basic tasks مثل spam filtering filterت الرسائل غير مرغوب فيها and better targeting of online advertisements إلى بدءا من هذه المهمات إلى استهداف أفضل للإعلانات على الانترنت advertisements إعلانات to futuristic endeavors such as self-driving cars or scanning images to identify disease يعني بدءا من تلك المهمات إلى المهمات الفيوترستي يعني المستقبلية أو التي لها علاقة بالمستقبل مثل futuristic endeavors endeavor يعني محاولات صعبة I endeavor to do something أحاول بشكل صعب أن أقوم بشيء أو تحديات such as self-driving cars مثل سيارات ذات يد القيادة or scanning images أو scanning images لتعرف على الأمراض يعني هناك تقنية أخرى تقوم بسكان للصور من أجل التعرف على المرض الذي المصاب به صاحب الصورة في طريقة أخرى جديدة as tech giants work on features such as virtual personal assistant technology to help users organize their lives or tools to make it easier to search through photographs they rely on advances in machine learning as tech giants work on features بينما يقوم عمالقة التكنولوجية بالعمل على ميزات مثل such as virtual personal assistant المساعد الشخصي المساعد الشخصي virtual virtual يعني الإفتراضي المساعد الشخصي الإفتراضي to help users organize their lives لمساعدة المستخدمين على تنظيم حياتهم or tools to make it easier to search through photographs أو أروات لجعل مهمة البحث عبر الصور سهلة they rely on advances in machine learning فهم يعتمدون على تقدم في مجال تعلم الآلة machine learning يعني يعتمدون على هذا التقدم وعلى هذا التطور في القيام بهذه الأمور السابقة Tick firm's investment in this area helps to explain how once arcane academic gathering the conference on neural information processing systems held each December in Canada has become the davis of AI هنا بعض الكلمات التي لا أفهمها شخصيا وسنفهمها معا هنا يقول بأن Tick firm's investment استثمار الشركات التكنولوجية in this area في هذا المجال helps to explain يساعد على تفسير how once arcane academic gathering على تفسير كيف أن هذا التجمع الأكاذيمي الذي هو The Conference on Neural Information Processing Systems أنظمة معالجة أنظمة معالجة معلومات العصبية التي يقام كل ديسمبر في كندا أصبح كيف أصبح هذا الجمع أو التجمع كيف أصبح مركزا أو مركز مركز EI The Davos هنا Davos لا أعلم حقا ما أقصد به لكن المعنى المراد هو مركز كيف أن هذا gathering أصبح The Davos of AI سنقوم بشرح Davos هنا Web Search Is it done in Smith Alps Davos هي مدينة في جبال Alps It's got result أبدا أن هذه المدينة مركز يقام فيه تجمعات أو مؤسمرات سياسية لهذا قام باستخدامها هنا ليمثل أو ليشبه بها هذا المركز التكنولوجي في كندا مركز الذكاء الاستنائي Participants go to learn المشاركون يذهبون للتعلم بسين ولكي يروا and get caughted by buses looking for talent ولكي يستأجروا من طرف أرباب الأعمال بوسس الذين يبحثون عن المواهب Looking for talent Attendance has tripled since 2010 يعني الحضور attendance حضور الناس has tripled تضعف ثلاث مرات منذ 2010 منذ 2018 وصل إلى 3800 في السنة الماضية سن سنلحب الآن إلى هذا المصطلح الذي لم نعطيه حقه وهو kurted to kurt هذا يعني to kurt من الأفضل لفتاة في مزرعة قريبة منه منذ العجارة لكن ليس هذا المعنى الذي نريده هنا pay special attention to someone in attempt to win their support or favor go to great lengths to win favor or attention نعم هذا هو المعنى يبحث عن الانتباه أو يحاول جذب انتباه شخص هذا هو المعنى to be seen فهؤلاء المشاركون في هذا المؤتمر want to be seen يرغبون في أن يروا be seen and get curted by buses وأن ينتبه إليهم الأرباب الأعمال get curted كما قلنا فكرت هو يحاول يجذب انتباه شخص ما no reliable statistics exist to show how many academics are joining tech companies هنا يقولون بأنه لا توجد إحصاءات reliable إحصاءات معتمدة لا توجد والتي تظهر عدد الأكاديميين الذين يلتحقون بالشركات التكنولوجية tech companies are joining يعني يلتحقون but indications exist لكن هناك مؤشرات مؤشرات تدل على هذا العدد in the field of deep learning في مجال التعلم العميق where computers draw insights from large data sets using methods similar to human brain neural networks وهنا يعطيك شرح لل deep learning والتي هو حيث يقوم الحواسيب بdrawing insights يعني يقومون بdrawing insights لا أعلم كيف أترجم حقيقة هذا مصطلح لكن يعني يقومون بالبحث عن أنساق والبحث عن معلومات في من مجموعات معطيات ضخمة from large data sets using methods similar to human brain's neural networks مستخدمين مناهج تشبه human brain's neural networks يعني تشبه الشبكات العصبية للعقل البشري the share of papers written by authors with some corporate affiliation is up sharply هنا يقول بأن حصة the share حصة من الأوراق هنا papers يقصر بها الأبحاث المكتوبة من طرف المؤلفين ذوي ذوي انتماء الشركات ازداد بحدة is up sharply يعني ازداد بحدة is up sharply هنا the share of papers حصة الأبحاث أو الأوراق written المكتوبة by authors من طرف الكتاب with some corporate affiliation ذوي الانتماء affiliation بعض الانتماء الشركات corporate يعني له علاقة بالشركة is up sharply قد ازداد بحدة وهنا أعطاك كاتب المقال مبيانا والمبيان يسمى chart chart مبيان يبين هذه الأبحاث أو ازدياد أعددها المطرف هذا الأزرق يبين ازدياد الأبحاث المكتوبة من طرف أشخاص ذوي انتماء لشركات يعني ليسوا علماء يعملون في جامعات أو علماء مستقلين لكنهم يعملون للشركات فالشركات تلي اهتماما كبيرا لهذا المجال تيك فرمز لن لفش تيك اي 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 هنا المقصود يقول بأن شركات التكنولوجيا لم تعطي دائما هذا الانتباه الكبير والموارد لخبراء اي اي خبراء الذكاء الاستناعي اي اي ذكاء استناعي اي اكسبرت اي اكسبرت خبراء هنا لفش ترجمتها بيعطي لكن الترجمة صحة كأنك تعطي بكرم كبير لفش سوف نرى جوجل لا ألم كنتم تستطيعون رؤية هذا التعريف بوضوح لكن لكن لابش في القاموس يقول بيستوه يمنح شيئا بكميات كريمة كبيرة أو كريمة The media couldn't lavish enough praise on the film وسائل الاتصال لم تستطيع أن تعطي أو أن تمنح مذحا كافيا للفيلم The media couldn't lavish enough praise on the film The field was largely ignored and underfunded during the AI winter of the 1980s and 1990s when fashionable approaches to AI failed to match the early promise هنا يقول كتب المقال بأن المجال كان متجاهلا بشكل كبير Largely ignored And underfunded Underfunded يعني أعطي قليلا من التمويل لم يمول بشكل كافي Underfunded لم يمول جيدا Underfunded أثناء الشتاء الذكاء الاصطناعي AI winter والمقصود هنا AI winter شتاء الذكاء الاصطناعي يعني فترة زمنية أو كان فيها الذكاء الاصطناعي لم يكن فيه اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي عرف فيه الذكاء الاصطناعي تقدما بطيئا AI winter of the 1980s and 1990s شتاء الذكاء الاصطناعي في الثمانينيات والتسعينيات when fashionable approaches to AI failed to match the early promise في هذه المتحة كانت المقاربات المشهورة أنذاك أو السائدة أنذاك fashionable فشلت في تحقيق وعودها الأولى early promise سأحاول أن أعطي ترجمة أصح لي fashionable well to match the early promise فالمعنى هنا المعنى المراد هو أن المقاربات السائدة أنذاك فشلت المقاربات السائدة أنذاك لتكاء الاصطناعي فشلت في تحقيق وعودها السابقة وعودها الأولى لكن سنعطي ترجمة أفضل عندما فجأة النهج المألوف هنا نقول مقاربات approaches المقاربات fashionable المألوف ترجمة google ليست صحيحة ولم تكن جيدة سننذهب الآن إلى محرك البحث google كما ترى حاليا لا يوجد كما ترجمة أفضل ترجمة أفضل ترجمة أفضل ترجمة أفضل ترجمة أفضل لا يوجد أي تعريف ربما يوجد لكن البحث عنها صعب قليلا يوجد أي تعريف دقيق لهذا التعبير المهم المهم لتحقيق وعودها السابقة ترجمة أفضل 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 الازدهار الحالي في مجال تعلم الآلة بدأ جديا عندما بدأت جوجل بالقيام بالقيام بصفقات ترتكز على مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في 2014 قامت بشراء DeepMind وهي شركة The Startup Behind The Computer's Victory In Go The Startup وهي الشركة الناشئة Startup تسمى شركة ناشئة Behind التي تقف وراء نصر Computer's Victory نصر الكمبيوتر في Go وهي لعبة صعبة تقريبا على الشيطرونج وكان من المستحيل يعتقد من المستحيل بأن الكمبيوتر سيكون قادرا على لعبها لكن في الأخير استطاع الكمبيوتر الفوز على البشر في لعبة Go From Researches in London يعني اشترتها من باحثين from researchers in London في London The price was rumored The price was rumored to be around 600 million ويشاع rumored يعني تبعا الإشاعات يشاع بأن الثمن هو حوالي 600 million دولار Around then Facebook which also reportedly hoped to buy DeepMind started a lab started a lab focused on artificial intelligence and hired an academic from New York University Yan Li Kun to run it وهنا Around then يعني حوالي نفس الوقت Around then Facebook والتي ينقل which also reportedly hoped to buy DeepMind والتي أملت التي يزعم كذلك أنها أملت في شراء DeepMind يعني reportedly لم تقل Facebook بأنها تأمل لشرائه لكن which also reportedly ينقل ينقل في الصحافة أو يقل في الإعلام يقل بأنها أملت كذلك لشراء DeepMind ف Facebook التي أملت لشراء DeepMind started a lab أنشأت أو أسست مختبرا lab focused on artificial intelligence يركز على الذكاء الإصطناعي and hired an academic from New York University واستأجرات hired استخدمت أكاديميا من جامعة university والذي هو اسمه Ian Lincoln to run it يعني لإدارة to run it لإدارة ماذا lab إدارة تعود على lab لإدارة المختبر الشركات تعطي الأكاديميين فرصة لرؤية أفكارهم وهي تصل إلى الأسواق بسرعة which many like which الشيء الذي يحبه الكثيرون many like many like يحبه الكثيرون يعجب به الكثيرون يعني كلهم يرغبون في أن في ماذا their ideas reach markets quickly أن تصل أفكارهم للأسواق بسرعة وهنا يعني أن تحول أفكارهم إلى منتجات private sector jobs can also free academics from the uncertainty of securing research grants هنا المجال الخاص private sector jobs مهن المجال الخاص ووظائف المجال الخاص فتساعد كذلك أو تحرر الأكاديميين من من عدم استقرار في ضمان منح بحثية أو منح البحث هنا uncertainty تعني حرفيا uncertainty الشك أو عدم اليقين وهنا نفس الشيء يعني ليس هناك يقين أو ثبوت في ضمان securing في ضمان منح grants grants منح research البحث فلقيام بالبحث فأنت تحتاج لgrants هي أموال منح تعطى لك من أجل القيام بهذا البحث وهذه المنح ليست دائما certain فهي uncertain يعني ليس هناك تأكيد أو ليس هناك ليس الأمر مؤكد بأنك ستحصل عليها وكيف نقول ستحصل على grants to secure grants to secure grants ف private sector يحرر هؤلاء الأكاديميين من هذا الشك ف المجال الخاص يعطيهم grants يعطيهم أموال من القيام ببحثهم Andrew Inge who leads AI research for the Chinese internet giant Baidu and used to teach full time at Stanford says tech firms offer two especially appealing things lots of computing power and large data sets both are essential for modern machine learning هنا فقرة طويلة جدا سنشرحها خطوة بخطوة Andrew Inge Andrew Inge الذي يقود بحثا في مجال الذكاء الاصطناعي لبيدو الشركة الانترنت الضخمة الصينية internet giant بايدو وبيدو هو محرك بحث يشبه جوجل ويستخدم في الصين هو صيني يعني هو محرك بحث صيني يستخدم في الصين ويستخدم كذلك في ألحاء أخرى من العالم الذي يقود بحث مجال اصطناعي وكان يدرس بدوام كامل في ستانفور وكان يدرس يعني كان يدرس في ستانفور وستانفور هي الجامعة الأمريكية مرموقة ويقول بأن الشركات التكنولوجية تقدم شيئين مثيرين بالخصوص appealing يعني مثير أشياء الكثير من الطاقة الحاسوبية أو من القوة الحاسوبية computing power and large data sets لم أفهم هذه العبارة data sets سنقوم بشرحها يعني data معطيات large مجموعة نعم يعني مجموعة من المعطيات الضخمة هذه الشركة تقدم للباحثين مجموعة كبيرة من المعطيات والمعطيات لمن لا يفهمها هي لا تعني معلومات data تعني مثلا نقول معلومات غير مرتبة الكثير من الصور والفيديوهات والغير مرتبة أو كثير من المبيانات التي تحتاج للدراسة التي تخرج منها معلومات ومعرفة مرتبة ومنطمة كما تقول Wikipedia data is a set of values of qualitative or quantitative variables هذا التعريف تعريف رياضي نحن نبحث عن تعريف لغة الكلمة لغويا تعريف العادي حقائق وإحصاءات جمعت من أجل التحليل ومن أجل الريفرنس يعني كمرجع الريفرنس فمثلا عندما تقوم بإحصاءات للسكان في مصر أو في المغرب وجم معلومات أعمارهم والوظائف والجنس يعني أو ذكر وغير ذلك فهذه تسمى data معطيات ما زال هناك عمل يجب القيام على هذه المعطيات لاستخراج معلومات والقيام بذراسات تفيدنا فهذه المعطيات كما هي لا تفيدنا في شيء إلا إذا قمنا بذراسات عليها كلاهما يعني large data sets وcomputing power هي جوهرية essential أو مهمة جدا من للتعلم الآلة الحديث modern machine learning all that is to the good but the hiring spree could also impose costs كل ذلك جيد is to the good لكن هذه الموجة من hiring من استخدام من تأجير قد تفرض تكاليف also impose costs قد تؤذي لتكاليف costs تعني تكاليف impose يفرد وهنا spree بس ما ترجمها انرى التعريف القاموس spree تعني a spell or sustained period of a restrained activity or a particular kind يعني فترة من النشاط من النشاط من اين و unrestrained لغير مقيد مثلا شخص يقوم ب شرب الخمر drinking spree لفترة معينة يعني يشرب بإفراط بطريقة لم يكن يشرب بها من قبل أو مثلا هنا كما أعطيت في هذا التعليم he went on a six month spree crime يعني spree crime فترة من القيام بجريمة بالجرائم فترة غير مقيدة يعني جرائم غير مقيدة يقوم بالكثير والإفراط في الجريمة فكما تلاحظ spree الكلمة تستخدم كثيرا بشكل سلبي وبالعربية انغماس استمتاع بشكل 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 هذه النتائج One is that universities unable to offer competitive salaries هو أن الجماعات الغير قادل على منح أجور تنافسية سوف تتضرر ستتضرر إذا قام الكثير من العقول الذكية Bright Minds إذا قام الكثير من العقول الذكية بالعمل دائما بشكل دائما في هذه الشركات Learn the way to learn someone يعني تغري إذا كانوا أغري للعمل بشكل دائما أو تشتت انتباههم يعني لم يقوموا بالمحاضرات from the lecture hall lecture hall تعني قاعة المحاضرات by commitments to tech firms بسبب التزاماتهم لدى الشركات التكنولوجية يعني هذا هذا الكوست أو هذا التكاليف والنتيجة هي أن Bright Minds أو العقول الذكية إما أن يكون أيضا أن يكونوا قد أغروا بشكل كامل permanent أو بشكل دائم أو شتت انتباههم من lecture hall قاعة الدرس قاعة القيام بالمحاضرات لم يعد يقوموا بمحاضرات بسبب التزاماتهم and commitments to tech firms لشركات التكنولوجية whole countries could suffer دول كاملة قد تعاني 2 كذلك most big tech firms have their headquarters in America places like Canada whose universities have been at the forefront of AI development could see little benefit if their brightest staff disappear to firms over the border says H.I. Agrawal a professor at the University of Toronto هنا يقول بأن دول كذلك قد تتضرر دول كاملة most big tech firms أغلب شركات التكنولوجية الكبيرة مراكزها have their have their have their headquarters in America لديها مراكز في أمريكا places like Canada أماكن مثل Canada والتي جامعاتها تعتبر من مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي whose universities have been at the forefront of AI development يعني جامعتها كانت في واجهة في مركز at the forefront تطوير الذكاء الاصطناعي قد قد لا ترى قد لا تنتفع كثيرا could see little benefit قد لا تنتفع كثيرا إذا قام موظفوها الأذكى brightest stuff إذا قاموا بالاختفاء disappear to firms of the board إذا قاموا بالاختفاء لصالح الشركات على الحدود على الجهة الأخرى من الحدود over the border says H.I. Agawal هذا ما يقوله H.I. Agawal والمخاطرة الأخرى إن كانت expertise إن كانت expertise والتي هي الخبرة خبرة في مجال E.I. ذكاء الاصطناعي مركزة concentrated بشكل غير متناسب disproportionately in a few firms لذا شركات قليلة tech companies make public some of their research through open sourcing الشركات التكنولوجية تقوم بوضع بعض أبحاثها للعموم عبر ما يسمى open sourcing نعرف ترجمة هذا هذه العبارة open sourcing والتي تعني أن تضع محتويات كتب هنا open sourcing يستخدم مكثم في مجال برامج الحاسوب أن تضع برامج الحاسوب للعموم ليقوم بتطويرها والإضافة إليها يعني تضع الكود هذا البرنامج للعموم لكي يطلع عليه مثلا android هو open source لكن windows ليس كذلك وبرنامج برنامج الiphone ليس open source they also promise employees that they can write papers هم يعيدون المستخدمين كذلك بأنهم يستطيعون كتابة أبحاث in practice however many profitable findings are not shared لكن في الممارسة رغم ذلك الكثير من الاكتشافات المديرة للربح profitable findings لا تشارك are not shared some worry that google the leading firm in the field could establish something close to an intellectual monopoly البعض يخاف worry أو ينزعيش من أن google الشركة القائدة في هذا المجال leading firm in the field قد تؤسس شيئا قد تستبلش something قد تؤسس شيئا أقرب ما يكون لإحتكار فكري مناطقال 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 إحتكار أن Anthony Goldblum of Kaggle which runs data science competitions that have resulted in promising academics being hired by firms compares google's preeminence in AI to the concentration of talented scientists who labored on the Manhattan project which produced America's atom bomb هنا Anthony Goldblum of Kaggle من Kaggle الذي يدير which runs data science competitions الذي يدير مسابقات علم البيانات data science that have resulted in promising academics being hired by firms والذي نتج عنه أن الكثير من الأكاديميين الواعدين promising لديهم مستقبل ظاهر قد تم استجارهم من طرف شركات being hired by companies compares google's preeminence in AI يشبه ويقارن بين بين قيادة google في مجال الذكاء الاستناعي preeminence استعني أن تكون الأكثر في مقدمة الشيء سأقوم بترجمتها إلى العربية أحيانا لا أجد صعوبة في ترجمة كلمات إلى العربية تفوق يقارن بين تفوق google في مجال الذكاء الاستناعي أو يشبه تفوق google في مجال الذكاء الاستناعي بتركز العلماء الموهوبين الذين يشتغلوا بجد في manhattan project في مشروع manhattan الذي أنتج قنبل الذرية لأمريكا قنبل الذرية لأمريكا سأقوم مرة أخرى بإكمال هذا المقال لا تنسوا التعليق وذكر بعض الاقتراحات التي تترون قولها ومشاركة بها في في هذا الشأن في هذا المقال هل أعجبتكم هذه الطريقة أو لم تعجبكم وما هي الأمور التي يجب أن أقوم بها لتحسين طريقة شرح المقالات